قضية الوزير السابق مشال اسميحة والذي اطلقته المحكمة العسكرية بعدما كان متهما بالصوت والصورة بالتحضير لعمليات ارهابية في لبنان بتنسيق مع النظام السوري عادت الى واجهة الضوء من خلال انسحاب وزير العدل اشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يوم الخميس اعتراضا على ما سماه مماطلة من جانب حزب الله لتأخير البت باحالة ملف اسميحة الى المجلس العدلي وهو ارفع سلطة قضائية لبنانية هناك نية لتعطيل او للقفز فوق هذا البند لربح وقت معيان انا اصر هذا البند يتعلق بامنا الوطني يتعلق بعيشنا المشترك نعم انا معني باقامة العدالة واحقاق الحق وزير العدل اعلن انه علق مشاركته في كل الجلسات الحكومية الى ان يصار التوافق على بحث قضية اسميحة مشيرا في المقابل الى سلسلة خيارات قضائية يعدها لضمان عدم افلات اسميحة من العقاب ومنها اللجوء الى المحاكم الدولية الوزير اشرفي في يلوح بخيارات اخرى منها مثلا نقل القضية الى محكمة الجزاء الدولية في الخارج وسوى ذلك لا نعرف بالضبط اذا كان هناك مسرب قانوني يسمح بذلك على كل ليس هناك من جلاء للقضية الا انها ستبقى كما قلنا في بداية الحديث انه جزء من القضايا المعلقة الخليفية يذكر ان اعترافات اسميحة مواثقة حول نقل عبوات الناسفاء من دمشق الى بيروت باد في استهداف تجمعات شعبية وشخصيات دينية والسياسية لنشر الفوضى والفتنة في لبنان قضية الوزير السابق مشال اسميحة تبقى عنوان تجاثب في الساحة الداخلية فحلفاء اسميحة يؤكدون انه نال نصيبه من العقاب في المقابل القصوم معهم فريق واسع من اللبنانيين يصرون على وصف اسميحة بالارهابي مرسى الكرم الإخبارية بيروت تعتزم ألمانيا وبولندا بدل كافة الجهود المشتركة للحيلولة دون خروج